بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهية المباشر فصل الخطاب الذي يأتيكم في كل ليلة اثنين أخواني عزائي اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد غريل أسفل الشاشة إلى أن نتلقى تصالاتكم لدينا مجموعة من الأسئلة بقتم الحلقة السابقة إن شاء الله أشرح فيها حتى نتلقى تصالاتكم الأخ عبد الباصل يقول أنا أريد أن أوصي فلوس الفاتحة يتصدقون بها على الفقراء يجوز نعم هذه الوصية جاعزة بإمكانك أنه توصي بفلوس الفاتحة أنه يصدقون بها على الفقراء يعني الشخص من حق أنه يوصي بثلث التركة مالتا يوصي بثلث التركة واجبات صلاصهم مثلا مستحبات خيرات إلى آخره بإمكانه بإمكانه إذن أنه يوصي بالتصدق على الفقراء بفلوس الفاتحة أبو قاسم من البصرة يقول أنا من سنة 2010 إلى 2023 أجيب التشهد الثالث بالصلاة الأحوات لزوما تركه تركوا التشهد بالولاية الأمير المؤمنين عليه السلام في التشهد الوسطي أو الأخير بالنسبة للشهادة الأمير المؤمنين بأمرة المؤمنين والولاية الأمير المؤمنين عليه السلام هذه مستحبة في الأذان والإقامة أما في التشهد الوسطي أو الأخير فالأحوات لزوما تركه نتصال الحجي فائز من كربلاء السلام عليكم حجي السلام عليكم وعليكم السلام تفضل حجي أهلا وسهلا الحمد لله حجي شوان صحتكم الله يمارك بيكم أهلا حجي أهلا بكم ومن الحجي الفضل الحج يتفضلوا الحمد لله والد الله يرحم الله يرحمه لوLaH يرحمه نعم لووف اللوقcess في الأسمال البيئت لذلك пис distribution يعني أن تصرف له نعم من وراء ما يتوفت. توفت هي وراء سنتية. مم. فهس بالنسبة للوالد سجل سوى القسام سجل حصة اخويا اللي توفش جامل صدام عزكري اسم اسم بتة. اسا يقولون شرعا ما يحقلها تاخد هاي البنية. بس هو بالقسام خلالها. عفوا حجي هو شنو هو هبلها لو اوصالها. هبه لو وصية. هو قسام بالمحكمة. ايه. اسم البنية انه اللي حصة ابو اه. ما ادري هي قليلا او شرعا ما يعني يصير هاي وصية حجي يصير يوصيلها بالوصية. بل بل. وصية. ايه. اذا اوصالها يعني من الثلاث مال تمن حقها. هي بالميراث مالها. ايه. بس هلها ايه اذا اوصالها هو يقدر يوصيلها من الثلاث. يعني يقدر اطيها الثلاث او جزء من الثلاث يقدر اطيها. بالي. امور هي الثلاثة بسم زوجته وتوسط. اهل زوجته يريدين ياخدون هذا الثلاث يعني يحقلهم شرعا. هو واهبل زوجته هاذ الثلاث لو هيش بس مسجلة بسمها. هي الثلاثة هو خلاب بسمها على الاساس تصرف للا يعني خيرات وش. ها يعني هو اوصى بالثلاث انها يعني قال لزوجته هذا الثلاث مال تي يصرفوه عليا. ايه. ايه بعد. اهل زوجته يعتبرو هذا انهم يعني اخدهم. لا يعني حجي اذا هو قائل هذا الثلاث يصرف عليه فيصرف عليا. بعدها بعدها الزوجته مو من حقهم. مو هو سجلة بالطافو. ايدنا سجلة بالطافو. مو حجي عفوا حجي اذا هو واهب الها. اذا واهب الها فهذا مولك الها صار. لا مو واهبة. مو مو واهبة واحد. اي لا. بس هو يعني رواني عن الباقت الورقة انه يصرفوه عليا. المهم احنا هذا مخابلين بي. نعم. بس اه عدنا سوال الثاني. اختي. اختي. المترضى انبيع البيت. لانه هاي بت اخويت تاخذ حصة ابوها. ايش يري تاخر البيعه? واضح. اه عادي سيدنا. احياكم الله. اهلا حجي اهلا وسهلا. اهلا بكم. الاخ تحسين من الديوانية. السلام عليكم اخ تحسين. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا بكم. حياكم الله اتفضل التحسين. بلا زحمة. بلا زحمة سيدنا. اكو شركة بغداد. انا بالديوانية. بس شركة بغداد. نعم. كاتنين شغلة استثمار. يعني تدفع لهم مبلغ يستثمروا يطوك ارباح من عنده. بس محددين عشرة بالمئة. عشرة او. حجي هاي الشركة اه عملها. اي. عملها بالا قلت استثمار. عملها بالتجارة. تعمل بالتجارة. اي. تجارة. تجارة. تجارة شنو شنو تجارت? اي شي اعتم. اه يعني مشتركين بالمهلات. مشتركين بالقطع الاراضي. مشتركين بابنية. مشتركين بايشي. الهواقعي انا هاي الشركة حجي له بس كلام مجرد كلام. والله احنا انا استفسرت عنهم. انا قلت حتى مسجل عد الحكومة هذا واحد. اثنين يشووا انعقد. لا لا فعلا هي فعلا الشركة تعمل بالتجارة. فعلا عدها عمل. هاي الشركة فعلا عدها عمل بالتجارة. ايه كاتبين هم. لا مو كاتبين انتم متأكدين انه يتعمل بالتجارة. قد 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 حجي. يعني حجي قد يدعون ادعاهم ويعملون بالتجارة. وياخذون فلوسك يطونها لغيرك. وياخذون فلوس غيرك يطونها اليك وهكذا. هو اي عمل معدهم. لا هو حتى عدتهم فيديوهات منشورة يعني على الموقع عملاتهم. على كل حال ان شاء الله. واضح ان شاء الله حجي نجاوكم. ان شاء الله. شكرا جزيلا حجي. الاخ ابو ياسر من بغداد السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. اهلا وسهلا ابو ياسر اهلا وسهلا تفضل. سيدنا بالنسبة للخمس. نعم. عدنا نقطتين نتفسر عنها. بالي. اه الاولى يعني داين شخص. وبعدين قلت له يا ابا هذا اعتبرت دين خلاص. مؤفيه بس اعتبر من الخمس مالكي ممكن. سيد له عامي هذا شخص. لا عامي. واضح. سؤال الثاني. سؤال الثاني. يعني اقدر انطي. الشخص معين مبلغ. مثلا اخ او اخت. واعتبر ضمن الخمس. وشفرا جزيلا. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. نتصال. نعم اه. الاخ ابو قاس من البصرة سوال الحلق السابق. يقول في السفر ان يصلي تماما. وليس قصران. يقول انا اعلم بالحكوم. اذا الشخص. اه يعني صلى. في السفر صلى تماما. يعني هو الواجب علي قصر الصلاة. صلى تماما. هذا اذا كان عالما بالحكوم. بطلت صلاته. ويجب عليه العادة في الوقت. اذا كان الوقت باقي. والقضاء خارج الوقت. لان هذا ما طول يعلم بالحكوم. يجب عليه اعادة الصلاة في الوقت. والقضاء في خارج الوقت. نعم اذا كان جاهلا. اذا كان هذا الشخص جاهل. يعني مثلا جاهل بالحكوم. اذا جاهل بالحكوم هنا لا تجب عليه العادة. لا في. لا العادة في الوقت. ولا القضاء في خارج. الوقت ما طول هو جاهل. نعم. الاخ ابو محمد من ميسان. السلام عليكم ابو محمد. ابو محمد السلام عليكم. الاخ ابو محمد. السلام عليكم يا شيخ سيدنا. اتفضل محمد اهلا وسهلا تفضل. الله يحبك سيدنا والي الله يشتر عليك. على قناة كربلة. الله يبارك بيك محمد تفضل. الله يبارك بيك الله. سيدنا انا عدي سؤالين تجروع لك. تفضل. سؤال اول شنو عندك? عدي سؤال الول والد وياي ساكنا بالبيل. نعم. كل انا عم الله عليك. كل بصلاة مرة تجدها قدام اصلي. احنا غرفتنا غيرها. غرفة واحدة عدنا. نعم. ألقاها قدام اصلي. يعني جوز. اصلي قدام وانا وراها مثل. واضح. هذا السؤال اول. السؤال الثاني. والسؤال سيدنا الغالي. نعم. قد ريد اطمعة سنة عمره. يعني اريد من الله من الشيخ اترك بناي من خلالكم. يعني يعني يبون علىحها هذا. يعني علاجه منا يعني الدواء العلاج. ولو يام بداخل. اي. بدو سيدنا الغالي يعني حالة ساعد. واليوم. اليوم خلص. اليوم يعني حالة ساعد. والعلاج معنا مو يعني مو عملية. يعني الدوة معنا في ايران. ما عشروا حجيلا. عين ابو محمد. ابو محمد. سماحة الشيخ الكربلاء الله يحفظك مباشرة بعد الصلاة بعد صلاة الظهور يستقبل طلبات المواطنين من كل المحافظات فبإمكانك تستوي طيب السماحة الشيخ تيجي حضرتك أو الدز أحد وتيجي تقابل سماحة الشيخ بعد صلاة الظهور إن شاء الله نعم نعم دز أحد دز أحد إذا ما تقدر دز أحد إذا ما تقدر أنت تيجي حضرتك يعني لازم تطرح التلموضوع بشكل مباشر على سماحة الشيخ من خلال مباشر سيدنا أي واحد أبو محمد عفوا حتى لو الطلب ما التكت تكتبه على الواتساب وتدزل أحد الأخوة هنا ويستنسخه من الواتساب ويقدم السماحة الشيخ الكربل إن شاء الله تحصل استجابة مؤكدة إن شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله أهلا وسهلا أهلا لبو محمد أهلا بي على إبارتي الأخ حمزة من كربل السلام عليكم عليكم السلام سيدنا أهلا وسهلا بل عزنا سيد ممكن سؤال تفضل عندي الحج يا والدي مطلوبة نزير للإمام العطاة عليه السلام يعني من الثمانين نعم تذبح بلي سنوية شنو عفونا بحمزة أخ عمزة صيغة النذر اللي نذرتها شنو قالت يعني قالت يعني لحجتنا العامية يا العباس إذا مثلا صارت هاي الشغلة وما أكو شي هاني سنوية أذبح نفس بلي بل نعم فالسنة هي شوية الحالة ما لفت عبانا ما قادر عن تذبح الطلي يصير سبب مثلا باللحم تشتري لحم حسن تقدر له وتسوي شون يعني تباطي المانع واضح إن شاء الله واضح أخ عمزة إن شاء الله نجاوبك رحمة الله والديكم 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 أهلا وسهلا بكم الأخ أبو زيد من بابل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا 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 أبو زيد الله يحفظكم الله يبارك بك تفضل أبو زيد تفضل الله سلم الشي سيد عندنا حقيقة السؤال تفضل نعم بالمسلم للعقيقة نعم قبل كل يوم شاءت عندنا مراسين إعداد العقيقة للوهد من الخلاط والسنة الحمالية نعم في قصة الملح والديكم قالوا هالعقيقة صرفوا على العقيقة هال موازي هال مشتحات فلنجي عدد تدوز سواء هذا الشعر أول هل هي فعلا موازي جو وازي أكويا المرأة اللي تلقى للعقيقة ما هي الكلمات اللي يقولها تلقى للعقيقة بذنها طبعا شنو الكلمات اللي يقولها بلاك ما هي الغاية من إلقاء الأظام أظاما نجمعها في كيش وأن زببوين في النهر في كل النهر غاية من عجل سنو مهاجم وهذه هي صادة مستحقة مع شخصنا واجبة وبالنسبة اللي أرحب فيها تلقى اللي أعطيت قلوحة هم مثل السؤال مع طائق السكو والاقترام حياكم هو سؤال السؤال السيدنا إذا ما أبيز أحمد نعم 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 أقول بشي من قلو الأخوان حالتهم المادية مساعد ويقول لكم الظرف الصعر ومصاري الحياة هو يقول وقلو واني ذا موس لا يتسبوا لفاق حياة ولا توجعون ولا توابط توابط الليل تباتلوها بالليل نعم وظهور الظوابط اللي عجي مع عائلة ومصاري ووظهور حرام لو حلال أقول لك كان ما أريدكم لكي كان يقول خميس يسأل السنية ومزح على الناس يسأل حفظ مليون دينار ومزح يتكير غاية هذا حلال لو حرام يستعر المحطات الشكر والتغليم والاحتوال واضح إن شاء الله واضح واضح حياكم الله حياكم الله الاخ احسية من الصويرة سؤال الحلقة السابقة اتصال عندنا الاخ ابو حمزة من الناصرية السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم ممكن ان شاء الله ممكن الاخ جعفر من كربلا السلام عليكم السلام عليكم سيدنا الحمد لله على السلام والله يسلمكم يحفظكم يبارك بيكم والله يتقبل عمالكم اهلا وسهلا فالسؤال سيدنا السرعة الرباعية نعم اذا باول كاتين واستهدت وسلمت نعم تشاهد الوسط سلمت نعم تكمل صراتك تسجسه او تقطحه وتعين كل الصير اعفون اخ جاهر يعني كل الصير ما للسلام جبت لا بس لا لا مثلا ما دلات فكرت انت بذكعتين الاولين وسلم لا شنو سغت السلام اللي سلمت بيها اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا عباد الله كملتها يعني اي نعم كملتها اي والله سيدنا وذكرت عن تقول لك على الثانية حي ممكن لقدشي معدرات مثلا تسجس شهوا بحث ايدي الصراع رحمة الله وبركاته واضح ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا شكرا 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 الله احفظكم اهلا وسهلا بكم الاخ احمد بن ذيقار السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا اتفضل احمد الخطيب اذا ينعى الميت مو حسين هادا اكو شكال شرعي بيها له اول مخيف سوال اذا خارج موضوع اكو برنامج حمثلا نعم اي اكو شكال بيها شرعا هنا الخطيب اللي ينعموا الحسين ينعى الميت على منبر الامامان الحسين واضح ان شاء الله واضح 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 فيما الله فيما الله فيما الله أبو زهراء من بغداد السلام عليكم أبو زهراء نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أبو زهراء أهلا وسهلا السيد سلام عليكم سيدنا الله يحبكم أبو زهراء تفضلوا سيد حدي سؤال بلي أنا لحد الآن لا مخمص ولا مذكر نعم شون عملك عملك شنو. عندك عندك زراع زراعة. لا 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 عندي زراعة ولا عملك لتهاق. بس لحد الآن ما نخمص ولا نسيب. واضح إن شاء الله واضح. واضح بزراع نجابك إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا شكرا. سيد المخرج السؤال الأخير حتى نجاوب. نعم. آآآ الآخ حسين من الصويرة أيضا هذة من سؤال السؤال الحلقة السابقة. يقول ما حكم المداعبة مع الزوجة في حال الحيض طبعا بالنسبة للمرأة الحائض يجوز انه زوجها يجوز له يعني سائر الاستمتاعات لا بأس بها سائر الاستمتاعات ما عدا الوطئ الوطئ طبعا يحرم يحرم على الزوج وطئ زوجته الحائض اما بالنسبة الاستمتاعات فلا بأس بها من دون وطئ نعم يكره له يعني ما بين السرة والركبة ابو احمد بن بغداد يقول ما حكم تناول الاوميقة وما حكم الجلاتين اللي موجود بيها بالنسبة للاوميقة او زيت زيت السمك اللي موجود بيها طبعا هذا الزيت اذا استخرج من سمك لها فلس يعني لها قشر واخرجت من الماء حية فحلا اما اذا كان مثلا هذا الزيت السمك يستخرج من الحوت الحوت من الاسماك المحرم كل سمك ليس له فلس فهو محرم ومن حيوان البحر من حيوان البحر لا يحل الا السمك الذي له فلس والروبيان مع ذلك كله حرام هذا بالنسبة لنفس الزيت عادة زيت السمك يخلونه في ظرف في ظرف الظرف هذا جيلاتين مصنوع من الجيلاتين هذا الجيلاتين اذا كان نباتي ماكو اشكال اذا كان نباتي اما اذا كان هذا الجيلاتين مأخوذ من حيوان مأكل اللحم وغير مذكا لا يجوز هنا تناوله لا يجوز تناوله عادة هو يعني ياخذونه من العظام من غضاري في العظام فاذا كان هذا الحيوان غير مأكل اللحم بالتأكيد انه لا يجوز واذا كان مأكل اللحم ولكن غير مذكا يعني ما مدوح حسب الطريقة الشرعية ايضا لا يجوز حتى ونستخرجه من العظام على الاحوض لزوما بالنسبة اذا احيانا يستحيل يعني يستحيل الى مادة اخرى اذا يعني هاي المادة الجيلاتينية استحالت الى مادة اخرى اذا استحالت الى مادة اخرى بسبب يعني اجراء عمليات كيميائية عليها وتتحول الى مادة اخرى يعني تستحيل الى مادة اخرى نعم يجوز إذا استحالت إلى مادة أخرى ولكن هذا يعني في النادر أنه يحصل أنه تستحيل إلى مادة أخرى محمد بن كربلاي تقول ابني في جامعة المسيب 35 كيلو السنة الثالثة والرابعة يدوم من خمسة إلى تأيام في الأسبوع مئة أبر مقر إلى هذا محمد ما طول هو في السنة الأولى قدت السنة الأولى والثانية كورونا كان السنة الثالثة والرابعة كان أكو دوام حضور خمسة أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع ما يعد وطن إلى هذا الجامعة نعم يعتبر كثير السفر يعني ما طول قد أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع يعني من ستعاش إلى عشرين يوم في الأسبوع إذا يستمر لمدة ستة أشهر عادة الطلبة الجامعة يستمرون خلال الفترة ستة أشهر فسنتيا ستة أشهر في السنة الأولى وستة أشهر في السنة الثانية في فترة الدراسة نعم يعتبر كثير السفر أينما يسافر يصلي تمام لكن في فترة التعطيل للعطلة الصيفية يزول عننا عنوان كثير السفر يعني ذات لتشهر عطل يزول عننا عنوان كثير السفر إذن في العطلة الصيفية بالنسبة لابنش يقصر أما في فترة الدوام في السنة الثالثة والرابعة يتم باعتباره كثير السفر الأخ فؤاد بن السماوة يقول لدينا أرض كنا نزرع بيها من ستة لأربعة وتسعين وخمس سعين وعوضونا مال تهجير فلا يجوز أننا أخذ أوض التهجير إذا كان يعني بحسب إذا كان يعني أخذ التعويض أصولي قانوني وأصولي وحسب الضوابط فهنا يجوز تأخذونا إذا كان لا مو أصولي وخالفي القانون لا يجوز لكم أخذه حج فائز من كربلاء يقول هل يجوز تأخير بيع الورث طبعا بمجرد موت المورث التركة ما تنتقل للورثة يعني الميت قبل لا يموت شنو عنده تركة شنو عنده أموال عنده بيث عنده أرض عنده مثلا بضاعة عنده نقد إلى آخره بمجرد أنها يموت تنتقل المن هذه التركة الأموال تنتقل للورثة أصبحت هنا ملك للورثة الورثة شكركاء يعني الأموال اللي تركها الميت الورثة كل الورثة اللي يورثون طبعا هم شركاء في الهذا إذا يتفقونهم وكلهم يبقونه ما كم هنا يعني هو ملك لهم هذا عندهم بيت مثلا إذا يردون كلهم يبقونه يتفقون يبقونه ما كم مشكلة يبيعونه يقرونه يبيعونه أيضا ما كم مشكلة فهو هذا ملك رح يصير ملك لهم وهذا الملك لا يجوز لأحد الشركاء يعني يتصرف به إلا بإذن بقيت الشركاء فيردون يبقونه يردون يبيعونه هو بعد انتقل لهم صار ملك لهم يردون يتوافقون على الإبقاء إبقاء العين بيع العين تأجير العين بعد هذا راجع الاتفاق ببيناتهم الأخ تحسيني من ديواني يقول شركة تعمل بالتجارة وتعطي عشرة بالمية يعني يا حب ذا لو الأخ تحسيني يتأكد من موضوع الشركات لأنه هناك شركات وهمية تدع دعاة ولربما مجرد أنه تأخذ أموال من الناس تعطيهم لناس آخرين وما كان عمل في الواقع فتأكد من هذه الشركات إذا كان فعلا هذه الشركة إلها وجود وإلها واقع وتعمل بالتجارة تعمل بالتجارة فبإمكانك أنه أنت تسوي عقد مضاربة ببيناتهم يعني رأس المال يكون من عندك مثلا والعمل يكون من هذه الشركة ويعطوك نسبة يشتغلون بالتجارة ويعطوك نسبة لأنه المضاربة يشترط يكون العمل في التجارة ويشترط أن يكون نسبة مئوية يعني مو يطونك فد مبلغ مقطوع وإنما لا يعني يكون يكون يعني نسبة مئوية واحد بالمئة خمس بالمئة عشرة بالمئة عشرة بالمئة وهاكذا يحطوك نسبة مئوية أبو ياسر من بغداد يقول آن يعني مدين شخص مدينة فد مبلغ يصير غيره وحسب عليه خمس إذا كان هذا الشخص اللي أنت مدينه إذا كان هذا عنده ضرورة يعني اللي قال هو من العم إذا كان عنده ضرورة أنت بإمكانك تعطيه مبلغ يعني مثلا تطيفه بالثرد مثلا خمسمائة ألف تطيل هذا الشخص إذا كان فقير أو كان عنده ضرورة أو محتاج تنطيه خمسمائة هو إذا استلم الخمسمائة من يقبضها يقدر يوفي لك فلوسك يقول لك هذا هذا المبلغ ما لتك اللي تطلبني اللي تطلبني تطلبني أبو محمد بن يسان معفوا سؤال الآخر أبو ياسر يقول هل يمكن أن يعطي لأخي أو غيره من الخمس نعم إذا كان طبعا الخمس ينقسم يعني لا قسميا إلى نصفيا سهم سادة فإذا يعني إذا كان إذا كان أخوك هاشمي سيد يعني تقدر تطي سهم السادة لأن الخمس ينقسم إلى سهم سادة وسهم الإمام فتقدر إذا تنطي من سهم السادة كله أو جزء من عنده حسب الحاجة مالته فإذا كان فقير ممكن أنه تطي بالنسبة لنصف الثاني اللي هو سهم الإمام أو يسمونه سهم العوام سهم الإمام سهم الإمام يعطى للسادة ويعطى أيضا لغير السادة سهم الإمام كون عنده ضرورة اللي تطي سهم الإمام يعني عنده كل حاجة ماسة وبين الضرورة أو الحاجة الماسة والفقر عموم وخصوص مطلق يعني الفقير أعهم من اللي عنده ضرورة فإذا كان عنده ضرورة أخوك نعم تقدر تطي من الخمس من سهم الإمام ما طول هو عنده ضرورة إما دا ما عنده ضرورة ما يسر تطي أبو محمد من ميسان نعم إن شاء الله أخوالي أعزائي نذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله بعد الفاصل كتاب الله فرقان بهي وآل البيت برهان جلي كتاب ناطق فينا علي وقصطس سماوي ساوي فما من أمة إلا نذير خلا فيها وفيها كان هدي كتاب الله والأطهار فينا هما ثقل يقيني واعتقادي فبالقرآن يجلو رين قلبي ويتلو لي موالي يا فؤادي كتاب الله صوت الله فاحذر لئن تسمعه أو تتله تدبر ولا يمسسه إلا من تطهر فأيا كنت كان الذكر أطهار هما الثقلاني رأس فوق رمح وآية أم حسبت إلى العبادي فبالقرآن يجلو رين قلبي ويتلو لي موالي يا فؤادي شفاء فيه قال الله فيه لمن يرجوه مما يعتريه أطباء به طابة يليه أخوه والأئمة من البنيه يعافى من تلاه ثم صلى ففيه قال صلوا يا عبادي تلاه والأطباء فينا هما ثقل يقيني واعتقادي حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم الأخ محمد من ميسان يقول والدتي تصلي أمامي ما حكم ذلك بالنسبة صلاة المرأة قدام الرجل أو بجانب الرجل المشهور ما بين الفقهاء إنه الصلاة ما مكروهة المشهور ما بين الفقهاء إنه الصلاة ما مكروهة مو باطلة عذى على رأي المشهور بالنسبة الرئيسي سمح السيستاني دامو ظلوه يقول يحتاط في المسألة يقول لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة يعني واحد يصلي بجانب الآخر المرأة أو الرجل طبعا ما كفرق إنه المرأة تكون زوجته أمم محارمة أو أجنبية لا فرق في ذلك لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيا في الصلاة والمرأة متقدمة على الرجل طبعا ما كفرق إنه الصلاة واجبة أو فريضة أيضا ما كفرق إنه الصلاة شرعوا بها سوية الرجل والمرأة أو لا كان أحدهما متقدم والآخر بعدين عجصة له يعني كما مثلا لو كان رجل يصلي والمرأة إجت في رقع الثالثة وإجت صلت ما كفرق أيضا لا تصح على الأحوط صلاتهم أثنينهم إذن ما العمل إما المرأة تتأخر بحيث يكون مسجد جبهة المرأة محاذيا لركبتي الرجل أو إذا تصلي بجانبه أو أمامه إما مسافة أربع متار ونصف أو يوجد حائل ببياناتهم حائل يعني جدار أو ستارة أو مشاكل ذلك فيا أبو محمد إن تحتاط في المسألة إما تعمل بالاحتياط ولا تخلي والدك تصلي أمامك أو تصلي بصفك إلا إذا كان ببياناتكم حائل أو بعد أربعة أمتار أو نصف أو ممكن أن هذه المسألة الاحتياطية ترجع إلى بها فقه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم وذكرنا أنه مشهور فقهها الإمامية هو الكراهة وليس بطلان الصلاة الأخ حمزة يقول نذرنا أو والدتي نذرات يقول قالت يعني بالعباس سنويا أذبح طلي والسنة لم تتمكن يصير تبدل أبو اللحم يا أخ حمزة بالنسبة لوالدتك نذرها مو شرعي نذر الشرعي تقول لله علي أن أذبح شات للعباس في كل سنة هذا نذر شرعي أما هي قال العباس علي أن أذبح طلي ما يعتبر هذا نذر شرعي يعني هذا لا يجب عليها الوفاء بهذا النذر مواجب عليها الوفاء بالنذر باعتبار أنه نذر مو شرعي نعم إذا تريد تسوي خلي تسوي إذا تريد تبدل الطلب لحم مثلا هو مواجب عليها يعني إذا تريد تريد تسوي لحم خلي تسوي لحم لكن كما ذكرت أنه هذا النذر مواجب عليها الوفاء باعتبار أنه ليس نذرا شرعيا أبو زيد طرح يعني من بابل طرح مجموعة من الأسئلة يقول هل العقيقة مستحبة أم واجبة العقيقة مستحبة ويعني للذكر والأنثى مستحبة يستحب أنه الذكر سواء كان ذكرا أو أنثى طبعا استحباه مؤكد أنه يعقوه له في اليوم السابع يعقوه له في اليوم السابع هذه العقيقة مستحبة وليست واجبة والمستحب يجوز تركه السؤال الآخر يقول الغاية من جمع العظام ورميها في البحر أو في النهار لا يوجد عندنا حكم شرعي أنه العظام تجمع وتلقى في النهار أو في البحر لا يوجد هكذا حكم أدنى نعم أنه ينبغي تقطيع لحم العقيقة من دون كسر عظامها يعني من المفاصل لا تكسر العظام ينبغي هذا يعني هذا يستحب يعني وهو مواجب للتزام إذا واحد يريد تكسر العظام العقيقة خلي كسرها لكن الأفضل أنه ما يكسرها لكن لو كسرها ما كشك أما هذه العظام تجمع وتلقى في يعني يخلوها في وصلة أو يلقوها في النهار هذا الحكم الشرعي ما موجود ولا يوجد أيضا كذلك نص من الأئمة عليه يسأل الفرق بين سؤال الآخر يقول الفرق بين بين العقيقة أو العقيقة العقيقة ذكرنا قبل أنه هي مستحبة للمولود ذكرا أم أنت في اليوم السابع يستحب أنه المولود إذا وليد في يوم السابع أنه يسوه العقيقة يذبحه لذبيحة هذا مستحبة هذه مستحبة متى في اليوم السابع وطبعا بها أحكام بالنسبة للعقيقة الأحكام وأحكامها كلها هي مستحبة أنه بالنسبة للأحكام المستحبة في العقيقة أنه يوم السابع إذا ما عقل يوم السابع يستحب أنه يعقل يعني إذا تركه العقيقة في اليوم السابع لعذر أو غير عذور فيستحب أنه يعقل بعد اليوم السابع إذا بعد اليوم السابع ما عقل إلى أن بلغ يستحب هو يعقل نفسه إذا يعني من البلوغ إلى أن يفوف ما عقل نفسه يستحب أيضا بعد الممات أنه يعقل والعقيقة تكون من العام الثلاثة ابل وبقار والاغنام بكلها قسميه غير ذني العام الثلاثة ما يجزي لا غزال لا طير لا دجاج هذا ايضا ما يجزي وايضا بالنسبة للعقيقة العقيقة ما يشترض فيها عمر ما يشترض فيها عمر تستحب انه شات سمينة اي شات يعني حتى العمر تتشرب يعني ما اكو اشكال وبالنسبة التوزيح الافضل يعني جوز انه توزع لحم وتوزع يعني لحم نيه وجوز مطبوخ والافضل انه تطبخ ويدعى عليها عشرة فما زاد من المؤمنين يأكلون من لحم العقيقة ويدعون للمولود ويكره ان يأكل منها الاكل من عفوا يكره الاكل من العقيقة للاب وكل من يعوله الاب ولا سيما الام بل الاحوض تستحب بل الاحوض تستحب بابا للعوم النوم تأكل من لحم العقيقة اما بالنسبة الاضحية الاضحية ايضا مستحبة تستحب يعني في العيد الاضحى اللي في ميناء يستحب له في اليوم العاشر والهدعاش والاثناش والثلاثعاش اللي خارج منه مثلا هنا في العراق مثلا تستحب بالعقيقة في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث بالنسبة للاضحية يصير انه شخص يضحي عنه وعن عائلته اهل بيته بحيوان واحد ويصير الاشتراك ايضا بالاضحية يصير الاشتراك ايضا بالاضحية وبالنسبة للاضحية ايضا من الانعام الثلاثة ابله وبقر وغنم والاضحية تجزي عن العقيقة بخلاف العقيقة ما تجزي عن الاضحية يعني لو شخص ضحه له اجزعت اضحية واجزعت ايضا كذلك حقيقة وقلنا انه من الانعام الثلاثة نعم يشترط فيها العمر هنا يشترط فيها العمر العبل مكملة خمس سنوات وبالنسبة للبقر والمعز مكملة سنتين وبالنسبة للاغنام يعني الضعن عفوا مكملة سبعة شهر داخل في الشهر الثامن وما يشترط فيها من الاوصاف ما يشترط في الهدي ايضا ما يشترط انه يكون سالم من العيوب مثلا يصير يعني مريض يصير بالنسبة للاضحية ويصير مقطوع الاذن ومبكسور القرن او اعراج مثلا واعوار كل هذه الامور يجوز والافضل انه تصير تلثة جزاء جزء الثلث يخصص النفسه والاهل بيته والثلث يهديه لمن يحب من المسلمين والاحواط والاحواط استحبابا والاحواط الافضل انه الثلث الثالث يتصدق بها على فقراء المسلمين جعفر من الكرب لا يقول اذا سلمت في الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية او الصلاة الرباعية ماذا افعل اذا الشخص سلم في غير موضعه يعني مثلا في الصلاة الثلاثية مثل صلاة المغرب وفي الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء اذا سلم في الركعة الثانية يعني مثلا بعد التشهط الوسطي سلمه سهوا هنا يجب عليه سجود سهو يجب سجود سهو على الاحواط زوما يسجد سجود سهو سجود السهو نية طبعا ما بيتكبيرة احرام يسجد السجدة الاولى ما يشترط فيها ذكر لكن الاحواط والافضل انه يقول بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته هاي في السجدة الاولى ينتصب يقعد جالسا منتصبا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتشهد تشهد المتعارف ثم يسلم هذا بالنسبة الى سجود اسهو فالشخص اذا سلم في غير موضعه الواجب عليه صلاة صحيحة يستمر في صلاته يعني اذا سلم يقوم يكمل صلاته ولكن عليه سجود سهو بعد الصلاة كما بينا ذاعتكم اتصالات السيد المخرج احمد بن ذيقار يقول هل يجوز للخطيب ان ينعى على الميت نعم يجوز يجوز ينعى على الميت ولكن النعي هذا يكون النعي او المديح للميت عفوا وسام محمد من يمن واسط السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم حياتكم الله تقدل الله الله يحفظكم ان شاء الله اهلا بكم بل لكم الله اشكر الغاب اهلا سيدنا لدي سؤال ابن يسوز بحمة بلي الله يبارك فيكم سيدنا فيما يقف المسابح مسابح الطين اللي ترابها من ارابر كربلاء المقدسة يعني من داخل محافظة كربلاء المقدسة هل التسليح فيها والسجود عليها والاستشفاة بها يعني هذا يعني فيه حضرتها ان شاء الله تعالى الاستشفاة الاستشفاة بالتربة الحسينية نعم اللي مو في القبر الشريف اللي من داخل محافظة كربلاء المقدسة او عمل مسابح من عدها هذا Wereld السؤال الأول السؤال الثاني ما هي الأمور التي تربط الفرض بالإمام الحسين عليه السلام؟ نعم جزاكم الله خير وسامنا الله يحفظكم شعر الله يبارك بكم الله يحفظكم شعر في عمله نعم فإذن يا أخ أحمد يجوز الخطيب أنه ينوح أو ينعى الميت لكن لا ينوح بالباطل مو يذكر فتصفات للميت بالنوح أو بالنعي هي ما موجودة في الميت يعني هذا يصبح نوح بالباطل إذا كان صفات هي فاقدها الميت ما موجودة بالميت والشخص الخطيب ينعى بهاي الصفات اللي هي مختلقة وغير موجودة نعم هذا لا يجوز أما إذا كان نوح بالحق يعني الصفات كان موجودة في هذا الشخص المتوفي فلا بسه بذلك والأفضل طبعا هو النعي على الإمام حسين عليه السلام بالتأكيد أفضل الأخ أبو علي من الديوانية السلام عليكم أبو علي شارك مولانا أهلا وسهلا أبو علي تفضل الله يطلق الحمراك مولانا أنا عزي والدي متواء ومتواصف نعم وقدنا سيد يعني سيد محروف بالمدينة وانتاسه مبلغ للمال انتاسه تقريدا يعني المال طالب عشر ملايين نعم ما نطالي واصف أو سن اسم الأم المتواصفية نعم 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 يعني بالنسبة للعجارة يعني سير اتفاق يعني بينك وبينه هذا الشخص هل هو يعني هل هو يصلي أو هو راح وسيط انطهن يعني وكيل عنك اذا وكيل عنك اذا وكيل عنك نعم ممكن انه تطي وكاله هو وهو الشخص يختار الأشخاص ويتفق باعتباره هو وكيل عنك يتفق يصير اتفاق بينه وبينك وتقدر انت حسب وكالتك يعني تقدر تطلب من عنده انت الأشخاص ذول النواب اللي صلوا عن عن والدك أو عن والدتك طلبه تقول لا اريد اسماهم مثلا اريد اسألهم استفسر من عندهم يعني لا بس يعني فهذا عقد اجارة يعني بينك وبين الطرف الآخر في الطرف الآخر اما يكون نائب هو يعني هو يعني انت تطي هو يصلي هذا الشخص يصلي او لا يكون وكيل وكيل عنك في توزيحه على اشخاص بامكانك انت تطلب من عنده يعني تقول له تقول له انا اريد مثلا الاشخاص يعني اذا عندك شك انه هو قد يكون مثلا ما وصل هاي الامانة او ما استعجار اشخاص بامكانك انه تطلب من عنده تقول له انه اه زودني باسماء النواب ذوله حتى مثلا اذا انا اسعلهم وتأكد منعتهم مرحبا مرحبا اهلا وسهلا حياكم الله حياكم الله اهلا ابو زهراء من باب من بغداد عفوني يقول لحد الآن اني لم ازكي ولم اخمس وانا موظة بالنسبة للزكاة ما عليك زكاة لانه الزكاة تتعلق بامور هاي الامور شنه هي الغلات الاربع حنطة شعير تامور زبيض وعندنا حيوان ايضا زكاة الحيوان زكاة الغلات ذكرناها زكاة الحيوان اللي هي الابل والبقار والغنم بكلاء قسمي هذه الانعام الثلاثة اللي تتعلق بها زكاة والاحوط لزوما انه ايضا مال التجارة ايضا مال التجارة الاحوط لزوما تعلق بزكاة والنقديا ايضا زكاة النقدي الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة الان هي بزمانه ما موجودة هذه بالازمة السابقة قبل مئتين تلات من سنة واكثر كانت موجودة يعني يتعاملون بالنقد الدينار كان مصنوع من الذهب ودرهم كان مصنوع من الفضة فنعم بيجال هي عليها زكاة الان هاي بزمانه ما موجودة الان التعامل كله بالأوراق النقدية اللي هي الاعتبار بيموجب القانون فهذا ما عليها زكا بالنسبة خمس عليك نعم باعتبار أنه أنت متكسب يعني موظف فأنت يعني الخطوات اللي راح تسويها الآن أول شي تحدد رأس السنة الخمسية اللي هو يوم شروعك في الوظيفة في العمل يوم اللي تعينت به هاي الخطوة الأولى هاي رأس السنة الخمسية كل السنوات اللي مضت هذه تشوف هذا التاريخ اللي هو يوم شروعك في الوظيفة العمل في كل سنة من السنوات السابقة تشوف عند مجيء هذا اليوم اللي هو رأس السنة الخمسية عندك أكو زيادات عندك أرباح عندك فوائد إذا عندك أرباح وفوائد فاضت على المعونة الواجب عليك تخمسها في كل رأس السنة من هاي السنوات السابقة وإذا كلا يجرأ السنة الخمسية وأنت هذا رأتك كل صارفة على المعونة أكل وشرب وسكن وملابس ودواء إلى آخره صارفة كل على المعونة ما عليك خمس فكما ذكرنا السنوات السابقة تشوف إنه شنو عندك زيادات خمسة والآن يعني هاي السنة والسنوات اللي جاية كل ما يجي هذا التاريخ رأس السنة الخمسية شوف الأرباح اللي عندك اللي زاد شنو من الراتب عندك لم يصرف في المعونة أي شي زاد ما صرفت في المعونة سواء كان نقد أو مواد عينية مواد غدائية أو غيرها الواجب عليك أنه تخمسها نعم أخوان العزاء شكرا لحسن المتابعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحسن المتابعة